نرجع بقى لموضوع فيروس كورونا والملف الأخطر في مصر والعالم مع اقتراب عدد المصابين في العالم خلال الساعات اللي فاتت من 9 مليون مصاب واقتراب أيضا عدد الوفيات من نصف مليون حالة وفاة والوضع في مصر أيضا يزداد سوء ما زالت الإحصاءات والأرقام الرسمية لوزارة الصحة المصرية تصيب المواطن المصري بالهلع والخوف أمس أعلنت وزارة الصحة المصرية وصول عدد الإصابات في مصر إلى 55.233 مع تسجيل 1475 إصابة جديدة بيصل عدد الوفيات لـ 293 مع تسجيل 87 حالة وفاة جديدة دي الأرقام اللي بتعلنها وزارة الصحة المصرية واللي بطبيعة الحال بيشاكك فيها الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمغردين بسبب ما ينشر يوميا من حالات على مواقع التواصل الاجتماعي ومازال إعلام عبد الفتاح السيسي يحاول التعامل مع هذه الأزمة بأن الفشل لا يقع أبدا على النظام ولا يقع على وزارة الصحة المصرية ولا يقع على التعامل الغير سليم والغير قوي مع الأزمة منذ البداية لكن يقع هذا الفشل على عاطق المواطن المصري وعلى وعي المواطن المصري وعلى عدم إدراك المواطن المصري وعدم علم المواطن المصري في شهر ثلاثة اللي فات يعني قبل ثلاث شهور تقريبا خرج نشأة الديهي الإعلامي المقرب من النظام المصري والرئيس التنفيذي لشبكة قنواتين عشان يقول لنا إن مصر ما فيهاش كورونا في الوقت ده فعلا كان النظام المصري بيحاول يصدر الصورة لمصريين وللعالم إن مصر ما فيهاش كورونا في الوقت ده كانت الكويت أفلت الحدود وقطر أفلت الحدود وأمريكا اكتشفت 13 حالة رجعة من مصر وكندا اكتشفت 7 حالات الصين نفسها اكتشفت حالات عائدة من مصر لكن الإعلام كان لسه بيقول ما فيش حالات اسمعوا كده ديهي من 3 شهور تقريبا هو بيقول مصر ما فيهاش كورونا أنا بقول ما فيش كورونا في مصر ده قناعتي وثقتي التامة في ما قالته الحكومة ده قناعته وثقة التامة في اللي قالته الحكومة أعتقد ده قناعته وثقة التامة في الرسالة اللي جات له من حضرة الضابط اللي بيشغاله عشان يقول إيه الغريب إن مصطفى ديهي نفسه واللي ما زال حتى الآن يوميا بيطلع عشان يسني على إجراءات وزارة الصحة وإن إحنا ما عندناش أي إصابة مصطفى البكري أيضا قبل إسبوع تقريبا قال إن وعي المواطن المصري لا يمكن التعويل عليه لأن المواطن المصري ما بيعرفش يحمي نفسه أمس تم الإعلان عن إصابة نشأة ديهي على الصفحة الرسمية للبرنامج بتاعه برنامج بالورقة والألم قالوا يخضع الإعلامي نشأة ديهي للعزل المنزلي لعدة أيام ودعواتكم مع انتشار هذا الخبر بإصابة الإعلامي المصري نشأة ديهي المدافع حتى النقاع عن إجراءات وزارة الصحة المصرية والذي كان حتى قريبا يقول إن مصر ما فيهاش كورونا وكمان إن وعي المواطن المصري لا يمكن التعويل عليه يبدو أيضا إن وعي المواطن نشأة ديهي لا يمكن التعويل عليه هاشتاج نشأة ديهي تصدر الترند في مصر بعد التغريدات تجاوز سبع تلاف تغريدة منهم الإعلامي عبدالعزيز مجاهد بيقول كان يقسم بالله إن مصر ليس فيها كورونا وكان يصخر من دعوات الإحتياط والاستعداد حتى أصابته العاقل من اتطعض بغيره والأحمق من اتطعض بنفسه مصري حر بيقول بعد أيام من وزير الإعلام الصفحة الرسمية للمزيع نشأة ديهي تعلن خضوعه للعزل المنزلي بسبب كورونا العم بيقول نشأة ديهي الرهام على وعي المواطنين في ظل كورونا رهام خاسر بيقوله صحيح أما نادي المجد بتقول الله يشفيه ويهديه عاجل نشأة ديهي يعلن خضوعه للعزل المنزلي لعدة أيام أما منار بتقول ده إثبات شخصية من الفيروس لأن نشأة به ديهي حلف بالطلاق إن ما فيش كورونا في مصر يا نشأة عيب يا نشأة اختشي الجملة اللي دايما بيكررها نشأة ديهي للمصرين أخيرا الزميل نادي الفتوح بيقول بعد إعلان خبر إصابة نشأة ديهي بكورونا تتبعت المنشورات والتعليقات فوجدت فرحة عارمة في صفوف المظلومين والحقيقة مش قادر أقول ما تفرحش مش قادر أقول ما تفرحش في اللي حرد عليك وشتمك ولعنك وطلع ضدك وطلع ضدك شائعات وأكاذيب مش قادر أقول ما تفرحش في من ساعت في الخيانة وبيع الأرض وبرر أفعال المجرمين مش قادر أقول ما تفرحش وانت بتتسجن وتتسحل وتتعذب وتموت مش قادر أقول ما تفرحش في الظالم وأتباعه لكن اللي قادر أقوله أن النظام هو اللي حطنا في الخانة دي وقسم الشعب جزئين وده النتيجة لكل اللي حصل ما زالت تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي تتفاعل مع خبر إصابة الإعلام المصري نشأة ديهي بفيروس كورونا وخضوعه للعزل المنزلي البعض شامت كما رأينا على مواقع التواصل الاجتماعي البعض أيضا يدعو بالشفاء لنشأة الديهي والبعض منقسم إحنا رغم اختلافنا مع نشأة الديهي ورغم ما قاله ويقوله نشأة الديهي علينا ليل نهار بندعيله بالشفاء زي ببندعي لأي حد بالشفاء ونتمنى نشأة الديهي يتطعز ويعود ويعلم أن النظام في مصر فاشغ هو اللي أسم المصريين وهو اللي خل المرض يتفشى في أجسدنا فسنوكا